الزمن الحاضر المستمر Present Continuous Tense استخدامه نستخدم الزمن المستمر عندما يكون الفعل مستمر للحدوث لم ينقطع كما أفعله الآن فأنا ما زلت أتكلم لم أتوقف بعد صيغة هذا الزمن يتكون من ضمير أو اسم ثم فعل مساعد حسب الضمير ثم الفعل الرئيسي مضاف إليه ING أمثلة I'm talking to you now أنا أتحدث إليكم الآن He is eating now هو يأكل الآن We are watching TV now نحن نشاهد التلفزيون الآن في حالة النفي نضع فقط NOT بعد الفعل المساعد We are not watching TV now نحن لا نشاهد التلفزيون الآن في حالة السؤال نضع الفعل المساعد قبل الفاعل سواء كان الفاعل ضميراً أو اسماً He is sleeping now هو نائم الآن Is he sleeping؟ هل هو نائم؟ إضافة ING إلى الفعل عندما نضيف ING إلى أغلب الأفعال لا نجري أي تعديل بها لكن نستثني من ذلك ما يلي الأفعال التي تنتهي بحرف E نقوم قبل إضافة ING بإزالة E من الفعل Take يأخذ تصبح taking بدون E الأفعال التي تنتهي بالحرفين I E نستبدلهما بحرف Y مثال Die يموت Dying الأفعال التالية نضاعف حرفها الأخير Stop يقف تصبح Stopping Run يجري تصبح Running Begin يبدأ Beginning Swim يسبح Swimming